موطنه الاصلي شبه الجزيرة العربية وشمال افريقيا فما الذي اتى بيعصوب سيناء الى كيبوتس نيوتس يامادار الاسرائيلي في صحراء عربة تساؤلات اثارتها الظاهرة الغريبة اشارت باصابع الاتهام نحو التغير المناخي بحسب تقرير لصحيفة هارتس الاسرائيلية كونها المرة الاولى التي يتم فيها ملاحظة تكاثر لهذا النوع من الحشرات في اسرائيل بعد ان تم رصده خلال مسح بيو بليدز الذي يهدف الى توثيق الحياة النباتية والحيوانية في منطقة معينة ورغم تأكيد البروفيسور زهار اياناي من جامعة تل ابيب ان خطاف سيناء هو من ضمن انواع حشرات يمكنها الطيران لمسافات طويلة والتكيف مع بيئات جديدة الا انه من غير المؤكد ما اذا كانت الحشرة مهاجرة ام ان وجودها في اسرائيل هو ظاهرة معقتة وبما انها تعتمد على الماء في المراحل الاولى من دورة حياتها يتصدر التغير المناخي مقدمة الاسباب التي من المحتمل ان تكون قد ادت الى وجود يعصوب سيناء في اسرائيل فرغم ان صحراء عربة تتسم بشدة الجفاف الا ان التصحر الناجم عن تغير المناخ في شمال افريقيا والجزيرة العربية يمكن ان يدفع هذه الحشرات للبحث عن بيئات عيش جديدة ويشير التقرير الى دراسة اجريت عام الفين وثلاثة وعشرين حول تأثير تغير المناخ على اليعصوب والحشرات في غرب ووسط اسيا حيث من المتوقع ان تشهد هذه الانواع خفاضا كبيرا في التنوع والتوزيع في مناطق محددة مثل جنوب بلاد الشام وغرب تركيا واذرب جان وفي حين ان الدراسة لا تتوقع انقراضها الكامل بحلول عام الفين ومئة الا انه احتمال قائم مع تسبب البشر بضرر جسيم لتلك الحشرات او ان تكون التغيرات في المناخ اكثر تطرفا مما هو متوقع اشتركوا في القناة